السلام عليكم ورحمة الله حباب قلبي عاملين اي يا رب تكونوا بخير النهاردة جبت لكم فيديو جديد بما ان احنا بقى في الصيف وبنحتاج حاجات مرتبات جديدة وعلى طول عايزين حاجات من ديت فقلت ايه يعني نعمل تغييرات كده في الجيلي عملت لكم قبل كده فيديو الجيل الفراولة مع الزبادي النهاردة بقى اغير لكم وعمل لكم برضو جيلي فراولة وجيلي موز بس مع الحليب او اللبن يلا نشوف الفيديو بتاعنا شايفين ما شاء الله كريمي كده وجميل وطعمه حلو قوي وقطع الجيلي فيه طعمها قرافي يلا شوفوا انا قاعدة بس كل شو اقول لكم يلا يلا وبعدين ايه اخد معلقة ندخل بقى نشوف المكونات بتاعتني ايه وهيحقى نحتاج ايه وازاي هنخليه لونه كده الوان فيه لونين كده فابية خليه شكله يجزب الاطفال والكبار قبل الاطفال ما شاء الله طعمه جميع انا خلصت خلصت الكباية عايزة بس اوريكم القوان بتاعه انا معايا كده ايه باكو جيلي مانجا انت تقدر تجيبي الطعم اللي انت عايزة طفاح منجا فراولة اللي انت عايزة تجيبيه ومعايا معلقتين من السكر او تلات معلق والسكر ده اختياري اختياري تزودة تقليلي براحتك ولازم تكون كباية مية سخنة انتو عارفين ان الجيلي بياخد كبايتين كل باكو بياخد كبايتين كباية ساعة كباية سخنة الاول قسنا هندوبه خالص لحد ما اتأكد ان السكر داف فيه مع الجيلي خالص بعدين انزل باللبن والمي انا عملته قبل كده زي ما قلت لكم بجيلي الفراولة والزبادي الصراحة كان طعمه حلوة اوه فقلت بقى ايه انوع كده واعمل الوان كتير وهو يبقى تغيير في الوصفة وفي نفس الوقت حاجة طعمها جميل حطيت ايه كباية اللبن ممكن تستبديل اللبن ده بزباتي تقلبيه كويس علشان تتأكدي ان اللبن ده كويس مع الجيلي وانسيبه بقى يهدى شوية وبعدين ادخله التلاجة وانا معكم خطوة بخطوة طيب الجيلي ده الالوان ده انا عملته ازاي بتحط عليه بس نص كباية مية سخنة وتحطيه في الفريزر وبعدين تقطعين مكعبان زي ما انت شايفة كده انا حطيت بقى كده زي ما انتوا شايفين الالوان ما شاء الله جميلة وبدأت بقى الجيل بتاعنا مع اللبن السكر المحططيه شوية يهدى بقى طعمه كريمي كده لازم تسيبيه في التلاجة يبرد شوية عشان لو حطتيه على الجيل المكعبات ده هيفك منك ويبقى كله لون واحد بعد ما خلصته كده وجرنشته بالشكل ده تحطي بقى اه ده ايس كريم ممكن تحط ايس كريم اه اللي انت عايزها ايس كريم فانيليا اشكولاتة اللي انت عايزها دي يعني مجرد حاجة ان احنا ايه بنجرنش او بنزوق بيها ايه الكاس بتاعنا او الطبق احطولكو برضو في كوبايات شايفين الالوان ما شاء الله شكلها تحفى قوي طبعا لما تكون حاجة شفافة زي دي فبتبان اكتر وتحطي بقى عليها شوية الجيل المنجة ده وممكن زي ما قلت لك تاني تعمليها باي طعم انت عايزها احاول بقى ازوق برضو الطبق اللي اسفل الكاس بتاعنا بقطع برضو الجيل اللي فايدة عندي بالشكل ده الحاجات الالوان دي اه الاطفال بتحبها وانتو طبعا عارفين ان الاطفال طبعتها بتحب الجيل فاقلت يعني ايه ادخلهم اللبن او الزبادي في الوصفة كده يعني ما بينزلش تحت فبحاول اوسع لها شوية علشان او كده كده هال الجيل ده هينزل وبعدين زي ما قلت لكم ايس كريم وده اختياري طبعا ده وصلتوا معايا لحد هنا ما تبخلوش عليا باللايك اللايك 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 كده برضو هنا نزوق الكاس ايه رايكم ايه رايكم في الطبق بتاعنا ده والكاس بتاعنا شكله بيغني عن الكلام. يا رب يا رب يا رب الفيديو ده يوصل لميت لايك. انا مش طمعة عايزة ميت لايك بس. حاجة جديدة زي ما قلت لكم يعني باكو يانجلي هتعملي وصفة حلوة اوية كافة العيلة كلها. ولو عندك ضيوف برضو ممكن تقدمها لان الصراحة اطعمها هتطلع خرافي. وحاجة جديدة هتبهر بها ولادك وهتبهر بها ضيوفك. وممكن برضو تزودي في الالوان يعني تحطي برضو التفاح جيل التفاح او جيل الاناناس. فهيديك ايه طبعا الوان كتيرة. بحاول اجيب لكم يعني حاجات كده للصيف تبقى سهلة وبسيطة ومتاخدش وقت معانا. وفي نفس الوقت تعجب الاولاد. تحطيها بقى كده في ايه? في حاجات شفافة زي اللي انا حطها في كبايات او كاسات اللي عندك عشان الالوان بتاعتها تبان. وانتوا عارفين طبعا ان العين بتاكل قبل البق. فالواحد ما بيشوف الالوان الجميلة دي طبعا نفسه بتتفتح. غير ان هي طعمها طبعا متلب. فاحنا محتاجينه في الساعة في الحر ده. شايفين الكاس اللي انا اكلته. زي ما قلت لكم حباب قلبي ما تنسوش الاشتراك واللايك اللايك اللايك. واشوفكم على خير يا رب في وصفة جديدة. واللي انتوا عايزينه اتمنى ان انتوا تقولهولي في التعليقات. واللي يجرب الوصفات يقولي ان هو اجربها. واللي عنده وصفة جديدة وعايزني نجربها يقولينا برضو عليها وعالطريقة. واشوفكم على خير يا رب في فيديو جديد وفي رعاية الله وحفظه. سلام عليكم. اشتركوا في القناة.